عاني من الشيب ما بقيتش بغيته ما بقيتش حملته هاد الوصفة هي اقوى وصفة غدي نتبارتجي معك اليوم اختي هاد الوصفة هدي دي الوليد ديالي اه كتديها دائمان ما شاء الله ما شاء الله شعر دياله هات شي زغبه فيه مبيضة بهاد الوصفة هالي غدي تعالجي الشيب وغدي تدركيه من اول استعمال ومن اول تجربة تقي بي يا اختي هاد الوصفة رما كينش اللي غدي تعطيها لك في اليوتيوب من غير الام ديالي وصفة خطيرة فتبعي معنا الفيديو وما تنسينا سلام عليكم اللي بنات كيف ديرين باي خيار هانيين اللي بس عليكم كنتم منها تكونوا مزيانين شكرا لكم على الدعم ديالكم وخقليل ولكن كان شكركم بطبيعة الحال المهمة الزيونة ديالي ما حبابكم الى اول مرة كتشوفونا انا وماما اليوم غدي نبرتجي وصفة ديالشي بحكم حيننا واحد المتتبع من اسبانيا كان صارفت لكبوسة كبيرة وتحياتي لك اختي تلبت ماما في لكم هاد الوصفة وما مرة عندها الكثير من الوصفات من غير الشعر و هذا الشي المهم هو ما كانت شمال العاقزين و كانت اليوم بقيت اضافة الوصفة و قالت نضعها في القناة السلام عليكم المشاهدين كديري لاباس باي خير تكونوا فرحانين باش متمنيت و ان شاء الله هذه الوصفة منتي اللي يطلبتي في الكلمة تنذيرها في شعري تتعطينها جزوينة بزاف وتتحيد الشيب بزاف لا تخليه لك جربيها لصحاباتك جربيها لصحاباتك وقعليها عندهم الشيب بشعره أعجر مع العيالات وهذا الشيء يكينا البناس القشور للبصلة الحمرة ضروري القشور للبصلة الحمرة ما هي البيضة ضروري القشور والرمان وغيرات قشور العيال ضروري القشور بجربيها ضروري بالبخش والماء ضروري قشور ضروري قزي ضروري قشور غير قصير لا تصل على حمر كيف بقشور قمت بزاف سوف تجد العبار القشور الرمان و البابونج تتخدمه في صبغة الشعر خصوصاً في صبغة الشعر ولكن احتى الوصفة كانوا يقومون بها البابونج لا يزال المكوينة لا يزال لا يزال لا يزال بشكل مائنا لديه الشعر سوف تجد المكوينة قشور الرمان فقط سوف نجد المكوينة فقط سوف تغيير حتى الوصفة سوف تغير سوف تغير نرى الوصفة المكونات المحلول على المكونات تغيير الماء يجب ان يتبخم جيدا يجب ان يجب فوائد المكونات يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يتخلط الوصفة يجب ان يتخلط الوصفة وبعد انا كله يجب ان تكون يجب ان يجبانا يمكن ان يجب ان يتخلط الوصفة بعض الوصفة لفعامك يجب ان يتضر وصفة طبيعية حتى يتم تطرق الوصفة تصدر الحنى في الحمام يجب وصفة طبيعية أما من البنات الذين يصبغوا شعره لا يجب أن يكون لديهم شيء يجب أن يصبغوا تصبغوا المهم لدينا المضل بصلة والرومان والباب ويجب أن يصبغوا مطلق أقول مفعول لهم سوف نصبغوا حنى حنى هي الشعر الأحساب الأحساب أحساب طون الشعر أحساب طون الشعر أحساب طون الشعر والتضمن قليل ف Helc أحساب غبرة بودر كاكاو مم هل و أحساب السكاف السكاف و أحساب طون الشعر ورد مطحون لتعطيك الريحة زوينة بالشعر ويقوي الزغباء ولكن لدي الوصفر تقوي الشعر يكون مطحون ويقوم معي القصائية منه ويقوم بزوينه بالشعر الوصفر زالة صراحة إذا بعد المكونات سيخلط لا نخلطهم لا نخلطهم وضروري يكون سخون لكي تطلق المفضل ستخلطهم لا تخلط لكي تشعر يجب أن تكون مصفر لا تتأخذهم لا تشعر ويقوم بمشاكل نحن تطيع لدي شعر طويل ويقوم بزوئة تطيع الكمية في موضوع ويقوم بحمر ويقوم بصدق لدي شعر كم صبغ شعري لا نعطي صارف الشعر ماما كديرها ماما أظن أنها تدير هذا الشعر يجب أن تفضل مع المناس بحرد بل أكتغض الحمام سوف نغسلها في الضار ونجعلها ونسال وعاد منها مهمة بل تفضل تفضل معكم بقريقة نزيد نزيد هذا الشعر نحن نفذل ومن المخلطات يجب أن تخلط نظام وعادة الوضع ويجب أن تحمق كل مكونات نحن في الناس أخبرتك من المخلطة يجب أن تخلط على زلافة ومهمة القوام نحن نعود لكي ترغب عليها وكيف تحصل على المساعدة وش حال دي الوقت باش كتعتك نتيجة قو معانا هذه الخلطة العيالات لي سنذير الشعري هذه لي سنذيرها دائما فلما سنبغي نغسل تنذيرها عند طريقة خاصة ماشي غا تخلطيها وسأدير هذه السعلة أنا سنخلطها وندير لها السلوفة ونخليها حتى تنلغت تثبت ليلة كاملة تبتت تتخمر مزيان ضروري كتبات باش كتلق تطلق المفعول دياله عا تنلغت تنذيرها الشعري وسنبقى بها النهار كامل في شعري تتسالي شقاك وكل شيء تتغسلي منها وتعطيك نتيجة من أول مرة لكن شعرك الزغبارية الورقيقة أول مرة تتبهى النتيجة ماشي بحالي عندك الزغبة غليدة لكن الزغبة غليدة تتعاودي تديرها ثلاثة مرات واربعة وتعطيك نتيجة زوينة في الزيف وتنطلب من ذيك المتسبعة اللي في سبانيا تديرها وتجربها وتضع لي الخبار وتعطيك نتيجة وتعطيك نتيجة زوينة وارح تغزالة تبارك الله محافظة هذه اللي في سبانيا تديرها غطت عليه الحنى والوارد ونقوم بسبغ شعر ونقوم بسبغ شعر ونقوم بسلوفان تتزمتيها وتتخمر لا تتتخمر لا تتتصبع غشية وتدوي الراس ونقوم بحلول لك تتجبر لك الراس تتجبر لك الراس تتجبر السعد كالحنى والوارد والرمون وتنطلع هذا يناسب تسجيب مشد الكثير تكون كالحنى كالحنى والوارد والرمون ويمكنك نقوم بسلطة يعني قدم مخلاتها قدمك في عبال لون ضروري ماشي قد ديريها ساعة في مضي تغسليها ديريها في الصباح من الاتفاقي ديريها وسيري اجنيه طيب اغداءك وجمع دارك تم مليتها للشقكة يعني ماشي قد ديريها ساعة ولا ساعتين تديريها وتخليها ولا سيري الحمام عارسيش حالها ديرك منيك النار صغر فقال عقل ما ما كانت تدلينا بحالة الخلاطات سنباتوا بيهم بضال عاضي بحسر الحمام شعركة بري وجربوها وتردو عني الخبر عن عيالات عارفة لهم صعبين شعر العيالات التي لديها بشيب خلص الواضر وماليسنشيب 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 فروض الراس وماليشعر كامل تحلي اختيزة ريح سفنها وخصوص لنقويسي الورض ولكن هنتك سنقرن في المطحون منها تتعطيك ريحة زوينتها الراجل لا دازحتك فيش مريحة وعرف شعلك سهلة تبارك الله جربيها اختي واردع لنا الخبا وانتلقوا فيديو جديد وانتلقوا فيديو جديد وانتصفة سوف تتحميل وصفة سوف تتحميل وصفة فيديو من الليلة وعرفت المشاهدة